اشتركوا في القناة داخل تصفيات اللي طبعا كاس العالم مع المنتخب فنتكلم في عدد كبير من اللاعبين حتى اللاعبين التانيين الدوليين اللي مع فرقهم زي ما حضرتك وصفت فبالتالي احنا عندنا فعلا كليكشن صعب من المباريات ما بين بطولات مختلفة العودة للدوري مع المباريات المؤجلة الارقام كده بتقول لنا لأ محتاجين تركيز ان احنا نفصل تماما وناخد كل مباراة بمباراتها علشان يبقى التركيز اكبر نحق اعلى مردود وطبعا التلات نقاط في كل مباراة هي الاهم ارقام بتقول لنا ان احنا النهاردة في مباراة قد تكون تبدو من الارقام ان هي سهلة ولكن هي في مضمونها صعبة جدا فلازم نكون حاضرين في كل اجواء المباراة من اولها الاخيرة لان فريق فارقه اه فريق الارقام بتقول لنا ان هو فريق ضعيف من ناحية الدفاعية مضعيف ايضا من ناحية الهجومية ده مقارنة بكل فرق الدوري على عدد المباريات اللي لعبها معدلات التهديف عنده مش عالية حتى صناعة الفرص متوسطة ناحية الدفاعية بيستقبل اهداف كتير جدا ويعد ان هو من اضعف خمس ست فرق من ناحية طبعا الدفاعية على مستوى الجدول الدوري حتى في الترتيب فبالتالي هنا لازم نكون حاضرين رغم ان الفريق بيملك سكواد كويس عنده بعض اللاعبين كواليتي يعني يبدو ان هو جيد جدا ولكن كمجموعة يعني مع بعض ما بنشوفش الخطور دايما في عدم تناسك ما فيش هارموني ما بينهم وده اللي مخلي الفريق فرقه بالشكل الحال النادي الاهلي طبعا قبل الفاينال الافريقيا يعني اللقب الاغلى كان فيه اربع مباريات في الدوري طبعا حقان فيهم النتيجة المطلوبة يعني احنا نتكلم في العلامة الكملة من اربع مباريات عشان كده دايما المدير الفني في اي فريق محلل الفريق الخصم حتى نبص على اخر اربع مباريات اخر خمس مباريات ونشوف الاستابلטي نشوف النقاط الضعف والقوة عند كل فريق بالتالي خلينا نبدأ كابتن غيبا نشوف اخر اربع مباريات للفريقين في الدوري طبعا حتى الان نحن عارفون ان اخر اربع مباريات الاهلي بالعلامة الكملة اتناشر نقطة اربعة فوز فارقه 2 فوز و 2 تعادل فبالتالي إنه 2 فوز و 2 تعادل ده معناها نتائج متوسطة قد تبدو كويسة فمديهم دفعة كبيرة جدا تعانيش ببقى النقاط الأهم يعني ناحية التزديدات والتزديدات المستقبلة فريفارقه في الأربع مبارياتها كابتن سدد 36 تزديد منهم 13 على المرمى طيب يعني بدقة 36% النادي الأهلي طبعا في الأربع مباريات الأخيرة سدد 63 تزديد منهم 21 على الانتارجت على الثلاث خشبات بدقة 33% فارقه بس تقبل 39 تزديد على المرمى منهم 6 على الثلاث خشبات بدقة 15% وعشان كده احنا قلنا في الآخر أربع مباريات دفاعيا فارقه كان يبدو أنه هو كويس 2 تعادل و 2 فوز ناحية التانية النادي الأهلي استقبل 28 تزديد على المرمى يعني منهم 15 على الثلاث خشبات بدقة 53% الأهلي أحرص 11 هدف في الأربع مباريات فارقه أحرص خمس أهداف في الأربع مباريات عشان كده احنا دائما بنقول حتى الأهداف يعني لو نكمل هتلاقي الفرص بقى الأهداف المستقبلة الفرقتين استقبلوا كل واحد ثلاث أهداف يعني المتساويين ده بالنسبة للأهداف المستقبلة بناحية آه معنا الفرص برضو كابتن تخيل أن الأهلي صنع 47 فرصة كان عنده 47 فرصة في الأربع مباريات الناحية التانية فارقه أنا بتكلم هنا الفرص إجمالة بحيث فيه فرص كبيرة محققة اللي هي طبعا بالنسبة كبيرة جدا تترجم لهدف ولكن تكلم شكل عام 47 فرصة من تمريرات مفتاحية كثيرة جدا ناحية التانية فارقه 24 فرصة والأهداف المتوقعة فارقه قد يصل إلى يعني نقدر نقول 9 أهداف رغم أنه هو أحرص طبعا خمس أهداف لأن الفرص عنده 24 فرصة في الأربع مباريات النتائج كانت طيبة ويعني جيدة الناحية التانية لهدف المتوقعة عند الأهلي 12 ورغم أن الأهلي أحرص 11 هدف كابتن في الأربع مباريات وده يقولك أن الأهلي رغم أنه هو صنع 47 فرصة كان خطورة وعنده تزديدات زي ما قلنا كثيرة جدا في الأربع مباريات الأخيرة بعلامة كاملة أربعة فوز ولكن الأهلي قد يبدو أنه انتهز معظم الفرص إلا يعني فيه مباريتين وطبعا كان فيه عندنا مباراة فيه مباراة أربعة واحد في مباراة 3-0 يعني أمام الجونة فبالتالي إدى الفرصة الأكبر للنادي الأهلي أنه يعزز طبعا وضعه الهجوم دلوقتي حم نتكلم على الأهلي من الـ 15 مباراة هو تاني أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن يعني بنتكلم على يعني وصلنا لـ 35 هدف فيه الـ 15 مباراة يعني طبعا تالت خط أقوى خط الدوم لأنه طبعا براميتس وفيه سراميكا 37 وسراميكا أيضا التاني ثم النادي الأهلي وده طبعا معدل تهديفي من الـ 15 مباراة هم 23 و 22 مباراة فلكن لازم نقف عند عدد المباراة المقارنة في الأربع مباريات الأخيرة عندنا نقطتين مهمين جدا لازم نقف عندهم أن الفريق طبعا فاركو متوسط في صناعة الفرص متوسط في التزديدات على المرمى زي ما قلنا ولكن بيستقبل أهداف ومعدل التهديف بتاعه ضعيف وده لما نشوفه بقى على المباريات الدوري كلها والمقارنة الرقمية ما بين الأهلي وما بين فاركو حتى الآن في مباراة الدوري اللاعب 15 النادي الأهلي طبعا فاركو وصل لـ 23 مباراة احنا عندنا فوز عشرة فوز وخسارتين وثلاثة تعادل ناحية الثانية بقى كابتن هو فاسف أربع مباريات فقط فنسب الفوز عنده من الثلاثة عشر قليلة جدا ضعيفة جدا حتى نسب الخسارة عنده عالية وصل تقريبا 43% من توتل أو جبال المباريات بالزبط لأنه عنده عشر خساير وعنده تسعة عادلات الترتيب طبعا زينا عارفين هو 16 زي ما حدرتك وصفت هو من الثلاثة طبعا يعني دلوقتي بدأت فيه منافسة على الهبوط أو بدأت تبدو تظهر يعني في آخر خمس فرق زي ما قلنا الترتيب النادي الأهلي التاسع طبعا بـ 33 نقطة من الخمستاشر المباراة أهداف الأهلي 35 زي ما قلنا ثالث أقوى خط هجوم من الخمستاشر المباراة ناحية الثانية فاركو 22 هدف من الثلاثة وعشرين مباراة كابتن بمعدل تهديفي يبدو أنه ضعيف يعني يتصل إلى هدف بالمباراة الوحدة الـ XG عند الفاركو قد يصل لـ 54 هدف في الثلاثة وعشرين مباراة هو أحرز منهم 22 هدف يعني تقريبا يعني نقدر نقول قد يصل لـ 50% من الفرص اللي بتجيله يقدر أنه هو أو يقدر أنه هو يحقق منهم أهداف أو يحرز أهداف ناحية الثانية النادي الأهلي 42 هدف من XG الأهداف بقى من داخل منطقة الجزاء ومن خارج منطقة الجزاء إحنا بنتكلم أن الأهلي عنده دلوقتي وصل لـ 35 هدف منهم 30 هدف من خارج من داخل منطقة الجزاء من وقع 148 تزديدة على المرب 148 تزديدة من داخل منطقة الجزاء أحرز النادي الأهلي 30 هدف والخمسة من خارج منطقة الجزاء على الفكرة الخمسة ده رقم متحسن يعني إحنا آخر كم مباراة عندنا كذا تزديدة من خارج منطقة الجزاء فالنادي الأهلي بدأ أنه يشتغل ويترجمها لهدف لان 87 تزديدة دي يعني رقم يحتاجين نزوده اكتر ناحية التانية اه هنا واضح واحد وعشرين هدف مية وستين تزديدة من داخل منطقة الجزاء حرزوا منهم عشرين عندهم هدف وحيد من خارج منطقة الجزاء فده بيقولك الفريدة من خارج منطقة الجزاء في حتى اللينك ما بينه وبين اللعيبة كلهم بقى ما بين رسل رسل حربة وحتى نص الملعب مش اللي هو بيشكل خطورة فدائما الاختراكات عندهم من من الاطراف الركنيات عندهم يعني 89 في ركنية في اجمالي عدد المباراة 23 بمعدل اربع تقريبا يعني اربع ركنيات في المباراة الوحدة ناحية التانية النادي الاهل بمعدل سبع ركنيات بالمباراة الوحدة عنده ركنيات غزيرة جدا عندنا اربع هداف بالمناسبة من بالضربات الرأس ان النادي الفاركو طبعا برضو عندهم عدد اربع وتقريبا خامس�급دerapات رأس يعني بيشتغلوا بالضربات السابتة بيلعباها بشكل كويس او العرضيات من عرضيات متحركة ناحية تانية الاسست 12 عندهم النادي الاهلي في تمريرات الحاسمة عنده عالية جدا 26 تمرير حاسمة لانه احرص 30 هدف منهم التمريرات المفتاحية لا دايما الاهلي من اقوى الفرق اللي طبعا بيصنع فرص وبيصل للمرمة عنده 10 بمتوسط 10 تمريرات مفتاحية في المباراة عامل 152 تمرير مفتاحية في 15 مباراة كابتن دا رقم عالي جدا ناحية تانية فاركو اه بتصل اه بتصنع ولكن طبعا معدلاتها التهديفية ضعيفة جدا مقارنة بفرق الدوري الاستحواز اهو هنا بقى بيظهر ان قوة النادي الاهلي في الاستحواز 60% ده متوسط في المباراة كلها اللي اتلاعبت حتى الان 15 مباراة الناحية التانية فاركو 47% ده الشأكل عام تعبا نتكلم على التزديدات بالمباراة الاهلي طبعا 15 تزديدة ويعني الناحية التانية 11 تزديدة بالمباراة الوحدة لكن الدقة بتختلف في النادي الاهلي اقوى من ناحية الدقة وافضل 36% مقابل 28% العرضيات بالمباراة هم عندهم يعني بيصل الاربعة بالمباراة رغم ان هم عندهم نقطة قوة وبتتعاكس عليهم من نقطة ضعف وده حنشرحه حتى بالحالات الناحية الدفعية بقى كابتن بتورينا هم طبعا استقبلوا 32 هدف في 23 مباراة فمعدل التهديف المستقبل عندهم عالي واحنا كده برضا احنا كده لأسف ولكن عايز اقول لك طب منك ان احنا التاني اقوى خط دفاع ايو بس احنا دايما بنبحثا من كده اه طبعا اه طبعا احنا استقبلنا 16 هدف 15 مباراة يعني معادل نحن نستقبل نسبة عالية نسبة للأهلي وده حيبان في الكلين شيت حتى نحنا بنستقبل كل يعني تقريبا مأظم المباراة استقبلنا وده كلين شيت اولا اهل اربعة من الخمستاشر يعني انت بيقولك ان فيه 11 مباراة انت استقبلت فيهم اهداف فده يعني رقم دايما الاهلي ما بيحبوش يعني الناحي تاني فارقوا عندهم مباراتين بس اللي ما استقبلوش فيهم من ال 23 مباراة يعني معناه انه 21 مباراة بيستقبل اهداف ان التمريرات بقى الصحيحة عندهم اللي هي كومبليتت بشكل صحيح ما بيصالوش حتى الرقم كبير وده بينعكس في الاستحواز عندهم شكل البيلد اوب شكل البروجريشن عندهم التدرج بكرة كابتن مش عالي هو لمستين تلاتة ورمي في الاطراف بقى والاعتماد على لعبة بتاعتهم الانكادة زي طبعا الباك اليمين بليه مساهمات وفول باك ولكن عندهم مشاكل التخطير مزبوط مزبوط ناحي التانية برضو سيف تراوري وعزمي يعني غوما ناحي التانية في الباك الشمال ايه يعني بيساهموا والرجل يعني سيف تراوري ده بيتيري سيف تيري سيف تيري بيعن والله هو لعب كواليتي كويس انسايدر بيخش ويطع بيشبش هو احسن شاحات مع فرق الكواليتي طبعا الحسين افضل ولكن هو بيبدو ان هو كويس على المستوى الفردي يعني تمريرات الطولية بلعبوها كتير جدا خمسين تمريرة طولية لعبوها يعني بدقة 40% ناحي التاني نادل اهلي 40 ولا احنا عارفين الناحية التاكتيكية لمارسل كولر بالتمريرات الطولية لا خطورة كبيرة جدا لان معظم الفرق اللي بلعبها كابتن ايمان عندهم يعني مساحات في خط الظهر خاصة في الاجناحة عندهم لان معظم الفرق زي ان كده زي ما بنقول بيزيد بتغتال عكسية عنده ضعيفة فبالتالي بيبدو ان احنا بنلعب كرات طولية كبيرة جدا وده طبعا بنحتاجها تاكتيكيا مهم الخسارة الكرة بالمباراة يعني يبدو ان احنا مقربين ولكن الاستعادة الكرة والاتراضات وابعاد الكرة بالشكل اعتقد الفرقتين متقربين يا كابتن ايمان ولكن احنا دايما النادي فاركو هنا لازم ناخد بالنا ان فريق سريع جدا في استعادة الكرة بيخسر الكرة واكتير بس بيرجعوا وانهم هما بيقفل مساحات فده ميزة عندهم بتتعكس طبعا في عدد التمريرات لان هي ما بتطولش في رجلهم الكرة بشكل كبير جدا وده تاكتيكيا بيقولك لا انت تضغط عليهم ضغط العالي بيولد اخطاء منهم بيخطاءوا كتير جدا متدهمش فرصة وهم هما عندهمش زي ما قولنا كوالت على مستوى اللاعبين كويس ولكن المستوى الجماعي ما بنشوفش ده في البلد أب ما بنشوفش ده فيه حتى تبريرات الكسرة للخطوط ما شوفناهاش بشكل خطير إلا ان انت بترمي فيه الأطراف وبيعتمد زي ما قولنا على العرضيات بشكل أكبر يعني اختراكات عنده في العمق ما تلاقيهاش كتيرة تزديدات من خارج المرمى مش خطيرة ومش كتيرة هو هدف واحد من الاهدف اللي جابوها كلها ما بتشكلش خطورة كبيرة جدا مشاكلهم ده اتعاكست حتى في الصور اللي احنا جايبينها في الحالات سريعا هنترجم بعض الأرقام ونقول أهم نقاط الضعف عندهم زي ما حضرتك قلت أحمد خطاب يعني المدر بتاعهم هو لعب يعني 13 مباراة من شهر فبراير اللي فات عنده 3 فوز وتلاتة خسائر وبقية المباراة تعادل عنده نسبة تعادل كبيرة جدا أحمد خطاب مع الفريق بلعب الـ 4-2-3-1 يعني بيعتمد دايما أو بتتلب كتير 4-4-2 بيلعب بـ 2 روس حربة سواء لو عمر جمال وعمل ناصر بيلعبوا مع بعض روس حربة عندنا بعض الصور اللي بتوضح إن الفرقة كفاركوا عندها مشكلة ده الشكل بتاعهم 4-4-2 كابتن في عدم حيازة الكورة بيداما بيعملوا الميت بلوك بيضغطوا من نصف الملعب ده الشكل بتاعهم هو في عدم حيازة الكورة أما في حيازة الكورة بيلبوا 4-2-3-1 نمشي الصور بسرعة ده الشكل بتاعهم برضو في عملية الضغط كابتن أيمن بيضغطوا في وقات ضغط عالي بس ولكن نسبة كبيرة جدا بالضغط عندهم بيكون ميت بلوك من نصف الملعب بيسيبوا الفريق يطلعوا ويدغطوا عليهم من نصف الملعب عشان يطاعوا الكورة يطاعوا الكورة كويس استرجاع الكورة عالي بالأرقام هنا بقى مشكلتهم فيه طبعا الاختراكات من الأطراف عندهم عندهم مشكلة يعني التغطية عندهم في خلف المدافعين فيها مشكلة كبيرة جدا ده مبارات الإسماعيلة يا كابتن هم خاصوا طبعا من الإسماعيل وبص شوف حتلاقي وراء إنكادة دايما ببا فيه مساحية إنكادة في التمركز عنده الرقابة مش عالية جدا فالكورة هنا تلعبت راحت هدي طبعا ما جاتش يجون بس أنا بتكلم على نقاط الضعف عندهم بتكرر بيتضرب في الخلف بشكل كبير جدا ده هو ضياحة للعب طبعا الإسماعيل نفس الشكل شوف احنا شفنا ناحية الشمال عند إنكادة تعبقا نشوفها ناحية اليمين سواء سوري يعني يمينهم إنكادة نكلم ناحية الشمال عندهم طبعا الكرة نفس الكلامة كابتن تلعبت في الخلف خلاص خدها اللعب ده طبعا مبارات الجونة ماتش الجونة وطبعا يعني وأحرز الهدف منها فعندهم مشكلة دايما في التغطية في خلف الأظهرة بتسيب مساحات كبيرة جدا وده بيترجم ده فرصة كويسة إن احنا نقدر نستغلها لإن احنا نمتلك أطراف عالية جدا كواليتي نقدر إن احنا نستغلها ونلعب حتى الاختراكات بالعمق حتتسبب خطورة كبيرة جدا على فريق فرقه ده يعني ملخص عام لأرقام الفرقتين ونقاط القوة وضعف عند فرقه دايما الأرقام أحيانا بتاعني بعض الشيء ولكن بالنسبة لنا التسعين دقيقة داخل مستيل الأخدر هي اللي بتفرق صحيح إن شاء الله إن شاء الله تكون الأفضلية للنادي لها ولمكسب النادي لها إن شاء الله بإذن الله ودينا أخر إن شاء الله إن شاء الله شكرا محمد شكرا طبعا زميل عزيز